النسيج الضام يتكون جسم الإنسان من العديد من الأنسجة والنسيج الضام هو جزء أساسي منها حيث يقوم بربط أنسجة العضو الواحد كما يقوم بربط أعضاء الجسم معاً فهل تعلم مما يتركب النسيج الضام؟ وما هي أنواعه؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً تركيب النسيج الضام يتكون النسيج الضام من ثلاث مكونات رئيسية وهي الخلايا والألياف والمادة الخلالية ويتميز هذا التركيب بعدد من الخصائص تتمثل فيما يلي خلاياه قليلة ومتباعدة بعضها عن بعض يحتوي النسيج الضام على كمية كبيرة من المادة بين الخلوية بالنسبة للحجم الكلي للنسيج وقد تكون هذه المادة صلبة كما في نسيج العظم أو نصف صلبة كما في الأنسجة الغضروفية أو سائلة كالدم لا تستقر خلاياه على غشاء قاعدي كما في النسيج الطلائي أنواع النسيج الضام تعتبر الأنسجة الضام من أكثر الأنسجة تنوعاً واختلافاً حيث يشكل مجموعة متنوعة من الأنسجة يمكن تقسيمها بشكل رئيسي إلى ثلاث أنواع وهي كالتالي أولاً النسيج الضام الأصيل وهو من أكثر الأنواع انتشاراً حيث تتمثل وظيفته في ربط أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة ويوجد غالباً تحت الجلد وامتاز بأنه يجمع بين درجة متوسطة من الصلابة ودرجة كبيرة من المرونة ويوجد منه نوعان وهما كالتالي النسيج الفجوي الضام والذي يتميز بوجود فجوات خلالية مما تعطيه شكلاً شبكياً وتواجد هذا النوع من الأنسجة بين الجلد والعضلات لربط العضلات بعضها ببعض النسيج الكثف الضام والذي يتميز بكثرة وجود الألياف وقلة عدد الخلايا في المادة الخلالية وتواجد هذا النوع في الأوتار التي تربط العضلات مع العظام والأوتار التي تربط العظام ببعضها ثانياً النسيج الضام الهيكلي يكون هذا النسيج الهيكل الداخلي للجسم ويمتاز بقدرته على التكاثر السريع وتختلف المادة بين الخلوية فيه على حسب نوع النسيج فإما أن تكون صلبة كالعظام أو نصف صلبة كالغضاريف ويوجد نوعان من النسيج الضام الهيكلي هما الغضروف والعظم فالغضروف نسيج شبه صلب وأقل كثافة من العظام أما العظم فيختلف عن باقي الأنسجة الرابطة في احتواء المادة الخلالية فيه على أملاح الكالسيوم وهذا ما يعطي النسيج صلبته فالثا النسيج الوعائي والتي تشمل الدم واللمف الدم نوع خاص من الأنسجة الضامة يتكون من كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء والصفائح الدموية إلى جانب المادة الخلالية السائلة وهي البلازمة ترجمة نانسي قنقر